قالت مجموعة علي بابا أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في الصين إنها حققت نموا على أساس سنوي خلال فترة مبيعات يوم العزاب لهذا العام في حين أعلنت منافستها جي دي كوم أن أحجاب المبيعات لديها سجلت مستوى قياسيا في الوقت نفسه وأشارت تقديرات مزود البيانات سنتون إلى ارتفاع إجمال حجم التجارة التراكمي عبر منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية بأكثر من 2% إلى 156 مليار و400 مليون دولار مقارنة بنمو قدره 2.9% العام الماضي وكانت التوقعات لنمو مبيعات المهرجان الذي ينظر إليه على أنه مقياس لثقة المستهلكين ضعيفة هذا العام في وقت يجد الاقتصاد الصيني صعوبة في الحفاظ على التعافي الذي تحقق عقب جائحة كورونا